السلام عليكم احبائي مرحبا بكم معايا في الحلقة الصور بعين من مساسة الامانة هاد الحلقة اللي غا تكون البداية ديالها مع اهلي في مخفر الشرطة غادي تتصل بيها الناس غادي تقول ليها وش كلتهم غادي تتغدام عهم اليوم او لا غايقول ليها علش كتسوغلي غادي تقول لي حتى ش بغيت نتليب الغضاء و بغيت نعرف وش ندير بحسابها ولا ما نديرش غا يقول ليها شوفي ما تقيش تصلي بيها علاقة بالامور تفها بحل هادي و ما تعودش تتخلي رسك في ذاك شي لي ما كيعنيكش عثمان غا يسمع الهضرة اللي ضارت ما بين ايناس وعالي غادي يقول ليها بنتي شوفي من الاحسن ما تقيش تتخلي فيهم غادي تقول ليها انا غير بغيت نعونهم وصافي وانا زيدون هي السباب فهت المشاكل اللي وقع بيناتهم دابط غا يقول ليها شوفي يا بنتي عالي ما كيبغيش بحل هاد شي هذا سوفي خلي العلاقة ديالهم تمشي كيف ما هي غادي تقول ليه ولكن شوف راهباتول عفون كلتوم فرحت بزاف مني شفت البوكت الورد لي سفتليها عالي غا يقول ليها وش بصح عالي سفت بوكت الورد لكلتوم غادي تقول ليه الصراحة ما شي هو لي سفتو انا لي سفتو ولكن بسميته هو وكسبت ليها كلام زوين مع ذاك الورد غا يقول ليها بنتي ولكن عنا شدرتي هاد شي هذا بس بقيش تدخلي في الأمور ديال عالي إلا عرف را غيتعصب بزاف غادي تقول ليه أنا بغيت غير نعاونهم ورا كيف ما عرفتهم بسبابي أناية خاص موجوج والعلاقة ديالهم بالظهورات تش ديك المرة شفتين عهجية الساحل وكيسحب ليها كيخونها إقبال غادي عيتي هالجرسوس جالهم غادي يقول ليها بأنه در بالضبط دكشي اللي قاتله وعلم دوك العصابة بأن يامن عرف البلاصة ديالهم وراهم هربو البنت من زمم ويامن ما قدرش يوصل ليه غادي تقول ليه برافو عليك معندي ما يتسالك وغادي تقول ليك موقع تجي حاجة خيبة ليامن غا يقول ليها اللا راهم زيان غادي تقول ليها وش هالجرسوس جالهم خاطر لها الدرجة هذه يعني يقدروا يقادي ويامن غا يقول ليها آه يقدروا يقادي ويقدروا يقلوهم علي وكلتوم غا يكونوا غاسين في الحديقة علي غادي يقول الكلتوم باش تعطيها نمرة ديالهم ديالها باش يدوي معها ويعرف الصحة ديالها كيف دايرا غادي تقول ليه بأنه مانع لها الاتصالات وصدف التلافون وغادي تقول ليه بأن خالتها مشت ليوم التمال ألمانيا باش تشوفها كيف قاتل وطمن عليها غادي تقول ليه دا با الحل الوحيد عندنا باش نفرحه ماما ونخليوها سعيدة قبل ما تموت هو أنا نزوجه وأنا وياك وغادي تطلب منه أنهم يتزوجه في أقرب وقت حتىش ما بغتش تخسر الأم ديالها قبل ما تحققت لها الأمنيا ديالها وغادي تقول له شكرا لك بزاف على ذاك الورد اللي صيفت تالية والكلام الزوين اللي صيفت تالية معاه صراحة كان شكرك بزاف فرحتيني اليومه وحسيت براس شو بي نسيت الهم اللي عندي والمرضي على الماما نمشيو اللي عندي صاحر غادي يكون وجبوها الواحد المستودع آخر غادي يقول ليها عازيز الحبيب ديالك يامان مقبلش أنه يعتادر ويعتقك خسر أنك يتموت في هذا العمر هذا ولكن ما عندي من دير ليك يامان قون بغاية يعتادر كنتي غادي ترجعي لحياتك وما غاديش تموت نمشيو اللي عندي يامان هو وناديم غادي يكونوا معصبين بزاف حتىش غايكونوا بدلوا البلاسة ديال الصاحر قبل ما يوصلوا هوما يامان غايقول لنا ديم ياريت نعرف شكنوا هادا اللي يعلمهم بأننا نعرفنا البلاسة ديال الصاحر عازيز غايتصل بيامان يامان غادي يقول لي فين كنتي وفين درتي البنز غادي يقول لي عازيز يقلت لك ما تلعبش معايا قلت لك أجي اعتادر مني وأنا ديك الساعة غادي نطلق البنز غادي يقول ليها يامان فين كومنتو مدابة غادي يقول ليها أنا غادي نقول لك العموان ديالنا عندك ثلاثين دقيقة باش ديجي تعتادر مني وترك عليها عند رجلية باش ما نقتلش البنت وما نقاديهاش وإلا غادي تلقى غير وجوتها ديالها ودليها شي جنزة مزيانة ديك الساعة يامان غا نشوفهم شكي يجري السيارة دياله باش يلحق صاحر ايه ناس في المطبخ غادي يجي عندها عالي وغا يكون معصب بزاف غا يقول لها شنوك يسحب لك راسكنتية باش تسافت لكلتوم الورد بسميتي أنا وكاتب لها من الفقر يسالة فيه غا يقول لها ما يتيش من الدخلي في حياتي الشخصية ايوة أنا ديبا غا نقول لك واحد حاجة اللي غا تعجبك مزيان أنا وكلتوم غادي نزوجه قررنا غادي نزوجه في أقرب وقت ممكن نقدر نزوجه قاع من هنا يومين وكنتمنى دابا تكوني مرتاحة وعاجبك الحال نمشي ولعند عازيز غا يكون باقي كيتسنة يامان يجي عنده واحد الوقت غا يقول لرجال دياله هذا اكيد ما غاديش يجي أنا كان عرف يامان كريم لي مزيان مستحيل يجي ويعتذر حتى غاديب علينا يامان دخل مع الباب غا يشوفه عازيز غايفرح بزاف غا يقول ليه يامان نهار كبير هادا بلي جيتين عندنا نايا وشرفتنا يامان غادي يكون محصب بزاف ومقدرش انه يقتله ديكسعة ويتهن منه عازيز غا يقول ليه رك شرط ديالي عرفه مزيان خسكت اعتذر مني قدام الرجال ديالي كاملين وإلا ما غاديش نطلق البنت غا يقول ليه يامان فينا هيدا غا يقول ليه اعتذر مني بعدكينا ديكسعة غا نشوفه يامان قال ليه كان اعتذر منك وسمح ليه بزاف عازيز غا نشوفه طاير بالفرحة وغا يقول للرجال دياله وش سمعتوه يامان كريم ليه كا يعتذر مني انا ده بل بغيت تجيل موت غير تجيل يامان غا يتعصب عليه وغا يقول ليه فين هي البنت ما تحمقنياش غا يقول ليه عازيز غير بش بيه عليه را ما غاديش تهرب انا غادي نقول لك في نهيه وغادي بدك يتحكي عليه وكا يستفزه يامان غاديشنق عليه وغا يقول ليه يا غادي تقول ليه البنت في نهيه يا غادي نقتلك هنا يقدم الرجال ديالك كاملين غادي يقول ليه عازيز غير تهدن منا واحد عشرة دقائق غا يوصلكوا واحد الميساج اللي فيه العنوان ديالها من بعد شوية غا نشوفه يامان وصلوا واحد الفيديو اللي كيبين الشيه بأنهم كيدفنوا صاحار في واحد البلاثة غا يكونوا دفعوها في ذاك القبر وصدوا عليها وبدو كيرميوا عليها تراب صاحار اللي غادي تكون كترجهم باش أنهم يخرجوها من تماكينا ويخليوها تمشي احتى شي ما عندها تدم في هاتشي هذا وأنها ما عندها تشي علاقة تحب بينها وبين يامان ولكن ما غا يديوهاش في الهدرات جعلها وغا يكونوا بدو كيردموا عليها القبر نمشيو اللي عند يامان غا يكون كي يحاول يعرف البلاثة اللي فيها هو ما يابد الضبط فغا يبقا كي يشوف ذاك الفيديو وغا يعرف البلاثة في نكاينة واحد البلاثة كانت دازت فيها واحد حاجة خاصة بين عزيز ويامان فغا نشوفه مشا كي يجري لسمة نمشيو اللي عند إقبال اللي ما زال كتصل بدك جاسوس جعلها وكتحاول تعرف منه شي خبار ولكن غا يقوليها أنه ما عرفش يامان في المشا غا تجي سوعد وغا تقوليها أمضره وش كي ينا شي خبار عليهم غا تقوليها اللي ما زال ما كي نوالو يامان وقاله ما زال ما القاش البنز دابلنا أنا خايفة غا توقع شي حاجة خيبة ليمان وصافي نتمنى من شاء الله خير نمشيو اللي عند عالي قلت في المكتب دياله وشدت صويرة دياله يا ناس وكيتأمل فيها عثمان غا يجي عنده عالي دغياء غيخبي ديك صويرة غا يقوليه عثمان بغيت نهضر معك بخصوص الزواج ديالك كيفاش حتى قررت يتزوج بكل سوم بهذا السرعة غا يقوليه عمي صافي أنا خليت القرار ديالي غا يقوليه شوف بتزيد معي تشي كلمة أجد تبعني دابل الصالون بغيت نهضر معك يامان اللي غا يبالينا جل ديك البلاصة اللي يدفن فيها صاحر والقبر ديالها غا يكون معلم بوحد العود يامان غا يبدأ كيحفر بيديه الدغياء على صاحر من اللي غا يشوف رسول انه ما غا ديش يقدر يحفر القبر كامل بيديه غا يبشي كي يجري غا يبدأ يقلب على شي بالا اللي يحفر بيها نرجعوا لعند عالي وعثمان غا يقوليه شوفها ولديه ما خصكش تضل مراسك وتزوج بالبنت غير حتيش الأم ديالها مريضة رخصك تكون كتبغيها حتيش إيلة تزوج تونتوما ما كتبغوش بعد ذاتكم فرا الزواج ديالكم ما غا ديش ينجح وما غا ديش يستمر غا ديقوليها عالي شوفها عمي أنا خديت القارات جالي وبغي نزوج بكل تون وما بغيش نعود نتنقش في هذا الموضوع نرجعوا لعند عامان غا يكون قدر انه يحفر لقبر وغا ديحل على صاحر غا ديسبال ليه ما كتتحركش وما كتنفش غا ديهبط لعندها وغا ديهزها من التابوت وغا ديحتها على برا غا ديبدأ كيحاول ليه يفيق فيها ولكن والو غا دي تكون ما كتتحركش وحد وقيتها غا ديضا انها ماتت حتى غا دي تبدأ كتك هوب صاحر غا دي تبدأ تحل عينها غا دي يبليها يامان قدامها غا دي تفرح بزافنا غا تعرف راسها انها مازال حية وديك ساعة غا دي تعنق يامان يامان حتى هو غا دي يعنق صاحر وغا يبقى هو بجوج بحلاكة واحد لمدة من بعد يامان غا دي يقول صاحر خلينا نمشيوا من هنا وغا نشوفوهم بشواء بجوج بيهم اي ناس غا دي تقول عثمان يمكن مفتيش علي تقلق مني بزاف صراحة انا ذاك شي درتو غير علاق بالو هو وكلتهم باش يرجعوا لبعضياتهم احتش انا عارفهم كي بغوا بعضياتهم بزاف وما كنش بغين نشوفوهم فارقين بسبابي انا غا دي يقول لها عثمان شو فيها بنتي بنتي يا ما عارفة والو عالي رغم كي بغيش كلتهم او ما عمره ما بغاها في حياته هو يدخل معها في هاد العلاقة هادي غير علاق بالأب دي لها وصاحر الأب دي لها اللي كان دار بزاف ديال الخير في ولدي عالي وقبل ما يموت كان خلى ليه واحدة رسالة كان وصه فيها على كلتهم وطلب منه انه يبقى دائما في جنبها وما يخليهاش غير بوحدة ويتخلي عليها وانتي كتعرفيه عالي قلبه بيد مقدرش يخسر الأب دي لكلتهم ويضيع لوصيها جاله دكشي علاش تطر انه يبقى معها هاد الوقت هادا كامل ويكون قريب منها غير علاق بالبابا هاو صافت أما يامان وصاحر فقد يكونوا وأخيرا وصلوا لقصر بزوج بيهم اشتركوا في القناة